غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين تأتي الزيارة في إطار روابط الوطيدة التي تربط بين مصر والكونغو الديمقراطية واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية